في فندخ قريب من مقر الأمم المتحدة بنيويورك تلتقي المجموعة الدولية لدعم سوريا للتوصل إلى مسعى لإنهاء الأزمة السورية ويشارك في الاجتماع الذي دعت إليه الولايات المتحدة وزراء خارجية أكثر من 12 دولة منها روسيا والولايات المتحدة وتركيا والسعودية وإيران والمبعث الأممي إلى سوريا وقوى أخرى في الاتحاد الأوروبي والشرق الأوسط الدبلوماسيون الذين يتوجهون إلى مبنى الأمم المتحدة بعد الاجتماع يناقشون آلية لمراقبة أي اتفاق مستقبلي لوقف إطلاق النار والانتقال السياسي مع بحث سبل تكثيف الجهود في محاربة تنظيم داعش وأوضح وزير الخارجية الألماني أن أحد أهداف اجتماعات نيويورك هو توضيح الجدول الزمني لمحادثات السلام بين الحكومة والمعارضة وأشارت الخارجية الأمريكية إلى أن الوزير جون كيري يرأس اجتماع مجلس الأمن أملا في تمرير قرار من شأنه رسم الخطوات المقبلة لبدء المفاوضات بين ممثلين للحكومة من جهة والمعارضة التي طالب منسق فريقها التفاوضي رياض حجاب بمرحلة انتقالية دون الأسد من جهة أخرى وفي وقت سابق من الأسبوع قال الدبلوماسيون إنه تحقق بعض التقدم بشأن أصعب نقطة في المحادثات وهي مصير الرئيس السوري بشار الأسد وذكروا أن روسيا ألمحت إلى عدم معارضتها لخروج الأسد من السلطة في نهاية مرحلة انتقالية وإن كانت تحجم عن الإقرار علانية بذلك وبموجب اتفاق تم التوصل إليه الشهر الماضي في فيينا فإن أمام المفاوضين الحكوميين والمعارضيين ستة أشهر لتشكيل حكومة انتقالية وثمانية عشر شهرا لتنظيم انتخابات وطنية وفي موضع مرتبط بالملف السوري أشار تقرير نشرته صحيفة بلد الألمانية إلى أن المخابرات الألمانية استأنفت التعاون مع الاستخبارات السورية لمحاربة الإرهاب ونقلا عما سمتها مصادر مطلعة كشفت الصحيفة عن سيارات منتظمة لعملاء الاستخبارات الألمانية إلى دمشق مضيفة أن الأجهزة الألمانية تريد إعادة فتح مكتب في سوريا ودأبت المستشارة الألمانية أنجلا ميركل على القول إن على دول العالم السعي لحل دبلوماسي في سوريا دون أن يشمل ذلك التعاون مع الأسد الذي يواصل إسقاط البراميل المتفجرة على شعبه ترجمة نانسي قنقر